لم تتكلل بالنجاح عودة نجم التنس السويسرية المخضرم روجي فدرير إلى الملاعب الترابياتي للمرة الأولى منذ نحو سنتين عقب خسارته المفاجئة أمام الإسباني بابلو أندخار بجولتين مقابل جولة وحيدة قوامها 4-6-6-4-4-6 لحساب دورة جونيفا السويسرية لكرة المضرب فدرير أكد أنه سيجالس تقمه التدريبي لوضع الخطط للأيام العشرة المقبلة التي تسبق بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولانجاروس السويسري ما زال صائما عن التتويج بالألقاب على الملاعب الترابياتي منذ دورة إسطنبول عام 2015 أما آخر تتويج في إحدى دورات الماسترز على الملاعب الترابية فيعود إلى دورة مدريد عام 2012 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر